عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو اجتماعا طال انتظاره مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في نيويورك الرئيس الأمريكي دعا نتنياهو لزيارة واشنطن قبل نهاية العام وبحسب البيت الأبيض فقد أكد بايدن ونتنياهو التزامهما بالتعاون الوثيق لمواجهة تهديدات إيران ووكلائها كما عاود الرئيس الأمريكي تأكيد على مخاوفه إزاء التغييرات الجوهرية على النظام الديمقراطي الإسرائيلي وأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الأمن في الضفة الغربية والحفاظ على حل الدولتين هذا الاجتماع هو الأول منذ تولي نتنياهو منصبة على رأس الحكومة أواخر العام الماضي وعادة تتم دعوة القادة الإسرائيليين إلى البيت الأبيض خلال أسابيع من توليهم مناصبهم لكن تأخير اللقاء وعقده في نيويورك يشير وفق محللين إلى استياء إدارة بايدن من حكومة نتنياهو خبير في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية قال إن الاجتماع في البيت الأبيض يرمز إلى العلاقات الوثيقة والصداقة واصفاً اجتماع نيويورك بأنه لا يكون ودياً من جهته لم يفصح البيت الأبيض عن تفاصيل حول جدول أعمال بايدن للمحادثات مكتفياً بالقول إن المحادثات ستركز على القيم المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ووضع رؤية لاستقرار المنطقة وكان بايدن قد أعرب سابقاً عن استيائه من خطة نتنياهو لتغيير النظام القضائي والتي أحدثت انقساماً شديداً في إسرائيل وأثارت لاحتجاجات ضد حكومته هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا من واشنطن مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق ديفيد شينكر سيد ديفيد مساء الخير أهلاً بك معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث اجتماع بنيورك بأحد الفنادق حتى بنيورك وليس في البيت الأبيض هل هي رسالة شديدة اللهجة تعتبر أمريكياً لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي لم يعتد على ذلك بكل ولاياته السابقة أو معظمها إذا صح القول مساء الخير لكي وللمشاهدين نعم هي رسالة واضحة أخذت 260 يوم ليلتقي رئيس الوزراء بالرئيس الأمريكي هذه فترة طويلة والرئيس لم يرد أن يكن هذا اجتماع بالبيت الأبيض كي يناقش مع رئيس الوزراء نيتنياهو مساء السياسية قد تؤدي إلى تقوية موقفه في إسرائيل إلا أن هذه المسألة ليست مكانا يسعى إليها نيتنياهو لأنها رسالة تؤكد ضعف العلاقة بينها بالفعل ما نقش وما تم تبحث به يعني على الأقل يقال من قبل محللين أنه هذا كان متوقعاً أن يناقش خاصة الوضع بالضفة الغربية وحتى الوضع السياسي الداخلي الإسرائيلي ولكن هل من جديد بالموقف الأمريكي؟ أعتقد أن كان هناك مراجعة للقضايا الاعتيادية لكن المسألة الرئيسية بالنسبة لي هي قضايا المتعلقة باحتمالية التطبيع بين سعودية وإسرائيل وليس حول ما يقوم به الإسرائيليون حول الفلسطينيين لإرضاء السعوديين أعتقد أن السعوديين سيطالبون بعض التنازلات الإسرائيلية التي تتجاوز ما قدمته الإمارات لإسرائيل عندما وقعوا المعاهدات الإبراهيمية طيب بالنسبة لي أي تغير بالسياسة الإسرائيلية إذا هذا الموقف الأمريكي هل يمكن أن يحصل؟ يعني مشهد هذا الاستقبال بنيويورك وليس بالبيت الأبيض هل فعلا سيدفع نتنياهو لأي تغييرات؟ يعني بمعرفة شخصية نتنياهو وأيضا الخط السياسي اليوم الذي هو ينتهجه مع هذه الحكومة تحديدا نعم أعتقد أن أحد موضوع النقاس هي مبادرة الإصلاح القضائي التي لا تعجب إدارة بايدن وكما هو الحال بالنسبة لكثير من الإسرائيليين فربما يطالب بتنازلات حول الفلسطينيين لأن هذه الحكومة هي يمينية متشددة فإن كان هناك تنازلات حول بعض الأراضي في مفاوضات وإعادة المفاوضات من جديد والانتقال من منطقة لمنطقة أو تحويل منطقة من سي إلى دي أعتقد أن هذه مسائل بسيطة بنغافير سموكريج هي أمور قد تؤدي إلى انهيار الحكومة الإسرائيلية وإعادة الانتخابات في إسرائيل أعتقد أن نتنياه في موقف صعب وسيضطر للاختيار بين الصنع والسلام مع السعودية أو أن يبقى في السلطة ما الذي سيختاره فعليا بهذه الحالة سيد ديفيد؟ الله أعلم كما يقولون ليس لدي أدنى فكرة عما سيفعله لكن نأمل أن يكون هناك إنجاز للجميع وأيضا مرادات المطالب المختلفة وعلينا أن نرى إن كانت السعودية ستطالب بأمور قوية وبعيدة الأمد وبالتالي علينا أن نراقب الوضع لنرى نتائج طيب بالنسبة للولايات المتحدة يعني هي تحاول الضغط على نتانياهو سواء بالتصريحات أو بطريقة الاستقبال وما كان اللقاء بس بنفس الوقت الضغط على نتانياهو لوحده يكفي للضغط على الحكومة الإسرائيلية بهذه المرحلة لأن هناك تساؤل حول أنه إذا كان بن كفير لن يقبل إذا كان سموتريتش لن يقبل بكثير من الأمور التي كان يمكن لنتانياهو أن يقبل بها لو لا وجودهما لماذا فقد الضغط يذهب على نتانياهو؟ بصراحة لا أرى أي نقطة ضغط لإدارة بايدن على أي أحد سوى نتانياهو وليس الوزراء الآخرين في حكومة نتانياهو بل نتانياهو هي مسألة المحاولة للتوصل إلى اتفاق وتقديم خيارات أمام رئيس المزراء الإسرائيلي هناك نقاط عدم اتفاق وهي صعبة وتشكل تحدياً لنتانياهو نتانياهو مثل الطلب السعودي بتقسيم الإيرانيوم هذا أمر بالنسبة لإدارة أوباما التي قدمته لإيران وبالتالي كان هذا الطلب منطقي لكن الإسرائيليين قد يعارضونه شكراً جزيلاً لك ضيفنا من واشنطن مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق ديفيد شينكر لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة